اتنين الايكونوميست تحقد على الاستقرار في الاردن مجلة الايكونوميست رغم انها مجلة رصينة ورغم ان هي مجلة عريقة ومتزنة في التحليل الا ان المرة دي لقناها في مقال عن الاردن مجلة حاقدة على الوضع المستقر في الاردن تخيل المجلة بتقول ما يلي نمر واحد ان هدوء الاردن خارق للطبيعة ان في حد كده يقول كده على بلد يعني بلد هدية والحمد لله انها هدية تطلع الايكونوميست تتنبه انها هدية وتعتبر ان الهدوء خارق للطبيعة طب ما الهدوء في سويسرا ليه مش خارق للطبيعة والهدوء في بريطانيا وفرنسا والسويد وبولندا وكل دول العالم اش منا عندنا لما تكون في بلد هدية يبقى الهدوء ده خارق للطبيعة النقطة التانية قتل الايكونوميست انه اخر مظاهرات منذ عامين مندهشة ازاي اخر مظاهرة في الاردن منذ عامين ليه مش منذ ساعتين او منذ يومين وبعدين مساعة الحقد في الايكونوميست تستمر على الاردن فيقولوا ان الملك لم ينحني لاي ضغوط شعبية ومع ذلك هناك استقرار كلام مش مفهوم بعدها تقول ان هو راح يحارب داعش مع امريكا وانه لم يكترث برأي الشعب ومع ذلك لم يحدث شيء يعني كانها بتلوموا ليه راح يحارب داعش مع الامريكان والنقطة اللي بعدها انه لم يكترث برأي الشعب كان الشعب الاردني كله تنظيم داعش فهو لم يكترث الملك برأي الشعب الاردني الداعيشي في رأي الايكونوميست وخرج ليحارب داعش ومع ذلك المزهل ان فيش حاجة حصلت في الاردن وبعدين في تحليل رخيص بتقول الايكونوميست ان سبب الاستقرار في الاردن هو شدة وتسلط وهيمنة الدولة لا نسيب الشدة والتسلط والهيمنة للارهاب نسلم الاردن لداعش علشان يبقى فيه درجة من التحرر اللائق والمناسب لمجلة الايكونوميست مثل هذه التحليلات البائسة والرخيصة بتبين الى اي مدى الاعلام الغربي حاقد بالفعل على هذه الامة وحتى مجلة رصينة وواكورة زي الايكونوميست نشوفها بتكتر حقدا على دولة مستقرة مثل الشقيقة المملكة الاردنية الهاشمية اشتركوا في القناة